هذا السائل الفغيرة الشيخ يقول ما الثمار والفوائد التي يجنيها المسلم عند مراقبة العبد لربه استفيد فوائد لا يعلمها إلا الله إذا راقب ربه ترك الحرام إذا راقب ربه خاف من الله عز وجل إذا راقب ربه أدى الواجبات والفرائض تجنب المحرمات إذا راقب ربه حصلت له فوائد عظيمة ترك الكسب الحرام والمال الحرام